ترجمة نانسي قنقر والشيطان. الله من ناحية والشيطان من ناحية أخرى والإنسان أرض المعركة مشترك في هذه الحرب. لكن في نفس الوقت ليس أرض المعركة فقط. لكن الإنسان هو الذي يحسم المعركة لصالح أي واحد من الطرفين. لأن الله أعطى الإنسان الحرية الشخصية. والله يحترم الإرادة الحرة للإنسان. وبناء عليه يأخذ الإنسان قراره ويدفع تمن قراره. سواء إذا كان قرار قرار صائب فهو يأخذ نتيجة هذا القرار بركة ومعونة أو خسارة إذا كان هذا القرار غير صحيح.